حسان الدين عزو، الطالب ذو 17 ربيعاً من مدينة السلامية يحرز المركز الثالث على مستوى العالم بقسم الكيمياء في مؤتمر قراءة كولموغوروف للمقالات البحثية في المركز الوطني المتميزين في موسكو وكان قد حصل على براءة الاختراع في الرياضيات من مسبقة Breakthrough Junior Challenge أنا ومجموعة من أصدقائي شاركنا بمؤتمر قراءات كولموغوروف الدولة بروسيا بمواسطة خمس أبحاث علمية نحن قمنا فيها بالمركز الثالث المتميزين كانت المشاركات هي بقسم الكيميا، الفيزياء، النمزج الرياضي والمعلوماتية أنا كنت بمثل سوريا بقسم الكيميا أقيم المؤتمر هذا العام باستخدام الفيديو وذلك للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا وبمشاركة 90 بحثاً علمياً من روسيا وخارجها نقوم بالأبحاث العلمية مناخد تجارب عملية لأننا مشاريع نشارك فيها بمشاركات خارجية منمثل بلدنا بمعظم الاحتفالة المناسبات الدولية ومن خلال هالمركز اطورت أنا كثير بالكيميا وكمان في تجربة أخرى أنا شاركت بالأولمبياد العلمية السورية قدرت أحصل على أن أدخل بالفريق الوطني للأولمبياد الكيميا هذا الشيء كمان ساعدني اطورت عرفت على أشخاص دكاترا دكاترا بالبحث العلمية ولا بهذه الطاقة الزرية هذول الدكاترا هني قدروا يواجهوني ويعلموني الأساسيات الكيميا اللي أنا لازمتني لحتقون بأبحث علمية دربوني سواء مخبريا أو عمليا ونظريا أعطوني الأدوات اللي لازم استخدمها لحتقون ببحث علمية وأوجد عز طريقة فعالة جديدة بمردود أعلى من الدراسات البحثية السابقة لاصطناع مركب عضويا جديد يملك القدرة على استخراج أيونات الذهب الأحادي والثلاثي وأيون البلاديوم الأحادي من بين مجموعة من أيونات المعادن الأخرى ونقلها إلى طور عضوي مما يسهل عملية الترسيب على شكل مادة نقية 100% حيث يعود المركب بمردود اقتصادية عالي في عملية استخراج المعادن الثمينة من مصادرها الثانوية إحنا كانت مشاركاتنا من 2 إلى 7 الشهر فريق سوريا شاركنا بيوم 5 الشهر من 9 الصبح للساعة 2 الظهر هاي المشاركة كانت نحنا قدمنا لبرزنتيشنات الخاصة فينا كل شخص حكمية ولجنة معينة من الاقتصاصيين خارجية من مؤلفة من مجموعة بروفيسورات من روسيا أو غيرها من العالم هني إلي الأسماء العريقة هني قاموا بيطرح على عديد من الأسئلة والتساؤلات يقيموا أنه أنا كإنسان كباحث علمي كيف قدرت أبحث كيف أنا عرفان عن شو عم بيحكي عرفان أنا عم ببحث ولا حتى ما أنجز لي البحث بشكل جاهز لا أنه صاروا يسألونا أسئلة اختصاصية بالضبط أنه أنا ضمن بحثي ضمن موضوع بحثي أنه كيف أنا قدرت أني أقوم بها البحث شو الأسالية وشو الأدوات كيف ممكن الأبحث المشابهة لأيلي شو بيميزني عني لحتى أخذ مثلا ترتيب أو لحتى تكون بحثي جديد أو بحث محدث أو مقدم كنت داعم له معنويا خاصة بالظل الأزمة أو الحرب اللي نحن كنا فيها فهو خلال الحرب مع كل الظروف اللي صابتنا أصر أنه يشارك بالمركز الوطني المتميزين ويجتازي الاختبارات بنجاح وبتفوق الحمد لله أحب أوجه رسالة لكل طالب بسوريا أنه هو أي إنسان ما عنده حدود بغض النظر عن الظروف اللي هو رح يعيشها رح يكون عنده القدرة أنه ينجز لبلده إذا كان عنده الإرادة واتلقى التوجيه المناسب وتأتي أهمية المشاركة في المؤتمر من ناحية تبادل الخبرات وإكساب الطلاب في مرحلة مبكرة من عمرهم مهارات كتابة البحث والمقال العلمي وإتقان المصطلحات الخاصة بذلك إضافة إلى القدرة على استخدام المحاكاة والنمذج الرياضي العلمي باللغة الإنجليزية مما يحتاج جهدا مضاعفا ومهارات وتقنيات بحثية في مختلف المجالات ترجمة نانسي قنقر